فولا مشاهدين مع أهم أنباء المال والأعمال مع الزميلة آية الكفوري إليك آية شكرا يا سر شكرا إيمان والآن نتحول لجولتنا الاقتصادية محليا وعالميا أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قوة الاقتصاد المصري خلال الثماني سنوات الماضية وما يذبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم وأشار المركز في تقرير تضمن مجموعة من العروض المعلوماتية إلى تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ 14 عاما بواقع 6.6% في عام 2021-2022 مقرنة بـ 19.9% عام 2014-2013 فضلا أيضا عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من ثلاثة أضعاف واستمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة منعكس على نظرة المؤسسة الدولية للاقتصاد المصري سعت مصر على مدار الفترة الماضية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقاومات تنافسية ومرنة تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات وتحسين مناخ الاستثمار وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة الدولة المصرية وفي إطار نهجها الاقتصادي التنموي تبنت خططا تنموية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخليا وخارجيا وهو الأمر الذي شكل حجر الزاوية في القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة التي أضرت بمختلف اقتصادات العالم فخلال السنوات الثماني الماضية أثبت الاقتصاد المصري قوة ومرونة في مواجهة الأزمات وهو ما يؤكده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي أشار إلى تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ 14 عاما على الرغم من تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث يفوق معدل نمو الاقتصادي معدل نمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022 ليحقق 6.6% في عام 2021 و2022 مقارنة بـ 2.9% عام 2013-2014 يأتي هذا فيما ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من ثلاثة ألعاف كما تواصل مصر تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عاما مسجلا 7.2% في الربع الثاني عام 2022 هذا إلى جانب احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري وتعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات بما ساهم في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لاحتواء مختلف التداعيات السلبية اقتصاديا واجتماعيا انعكست على نظرة المؤسسات الدولية لاقتصاد المصري وإدارته للمخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي حيث أشهدت مؤسسات ستاندرد أند بورز ومودز وفيتش والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجي بي مورغان وبنك التنمية الإفريقي بتجاوز الاقتصاد المصري فترات صعبة منذ عام 2013 وتحقيق معدلات إيابية خلال السنوات الأخيرة تنطلق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصادي والبيئة الأفارقة بلعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من السابع وحتى التسع من سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظم المتدى وزارة التعاون الدولي بالشاركة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة وتمثل النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي أهمية خاصة حيث تنطلق قبل مؤتمر الأطراف في التفاقية الأمم المتحدة الإيطارية للتغييرات المناخية كوبا 27 تواصل الدولة نهجها الاستراتيجية في قطع الزراعة من خلال الاهتمام بزراعة مختلف المحاصيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد وصولا إلى التصدير في مراحل لاحقة ومن بين المحاصيل الأهمة التي تسعى الدولة للاهتمام بها محصول القطن الذي يشهد رواجا في زراعة بمحافظة القديوبية انطلاقا من أهمية القطن كواحد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للاقتصاد القومي شهدت محافظة القليوبية زيادة المساحات المنزرعة بالقطن في هذا العام عن السنوات الماضية كما شهدت المحافظة لأول مرة استحداث تجربة زراعة بالشتلات عقب زراعة محصول القمح نظرا للتغيرات المناخية ولتوفير الأرض في هذه الفترة لزراعة محصول آخر زراعة القطن بالشتلات أولا أنا باستفاد منه استفادة عالية جدا من جميع النواحي أول حاجة أنه هو أنه أنا بزرع محصولين استراتيجي في السنة أنه أنا بزرعه بعد الأمح في شهر 5 وهو بيبقى مزروع أنا بزرعه بالبزرة بياخد هو 5 كيلو بزرة بس بيوفر بزرة من المتلاتين كيلو أنا بزرعهم بالجورة لا أنا بزرع 5 كيلو بزرة بس في الصوبة بزرعهم من شهر 3 حتى شهر 5 بعد ما بخلص حصاد الأمح بحرة الأرض عادي وجهزها للزراعة وبجيب اللي هي بيبقى في حوالي في مزروع في صواني الفل وبجيب وبزرعه محق إن تجيها الحمد لله بالنسبة لي كانمو عالي جدا تأتي زراعة القطن بالشتلات في إطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة ووضع خطة استراتيجية لرفع كفاءة استغلال الأراضي والمياه حيث تساعد عمليات زراعة القطن بهذه الطريقة في التغلب على مشكلة مواعيد الزراعة ومواجهة الأمراض الفطرية التي تصيب القطن في المراحل الأولى للنمو حال زراعته بالبذرة اللي شهر الزراعة بيقف مع المزارع بيوفر له التقاوي الموصلة بها من كبير وزارة الزراعة البذرة اللي هي جهزة 97 دي حسب السياسة الصنفية اللي حديدها الوزارة وبعد كده بنوصي بنعمل الندوات والمدارسة الحقلية بنوصل المزارع اللي هو يحرط الأرض قبل خدمة الأرض اللي هي عدد الأرض قبل الزراعة بيحرط الأرض حرتين متعامدتين لتشميس الأرض وتفسيح الطربة ثم التخطيط قطاع الإرشاد بمدرية الزراعة بمحافظة القليوبية بدوره قام بالتوعية بزراعة محصول القطن وتمت زراعة حوالي 107 أفدنة و20 قيراط على مستوى المحافظة تحط الشتلة عزقناها في الأول ورجعنا رواناها بعدها بشهر فهو صغير بيحتش ورجعنا بعدها خفناه وحطنا كما هو نطرات وروين بعد كده بنعطاش تاني 20 يوم 25 و20 يوم تير دلوقتي بنسيه كل 15 يوم كل ما بيحفى بيقعوز المياه أكثر التنصيق بين مدرية الزراعة بالقليوبية والإدارات الزراعية للنهودي بمحصول القطن تضمن تنفيذ ندوات عما إرشادية للمزارعين على مستوى المحافظة لاستعراض جميع المعلومات الفنية والزراعية عن زراعة القطن بدءا من تجهيز الأرض وصولا إلى جني المحصول بالإضافة إلى المرور الميدانية على الحقول ومتابعة المحصول لحظة بلحظة تعمل الحكومة على خلق أفرق عمليات لتعزيز برامج التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات وزيادة كفاءة سوق العمل وتشكيل مجالس اقتصادية تشارك في وضع رؤية تنموية والخطة الاستراتيجية لكل محافظة ودعم سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة وأوضح وزير التنمية المحلية شام أمنى أنه في ضوء مذكرة التفاهم بين الوزارة والوكالات الأمريكية للتنمية التولية لتنفيذ مشروع قوى عمل مصر الممول من الوكالة الأمريكية فإن الوزارة تؤكد أهمية تنفيذ ودعم برامج التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات لزيادة الإنتاج والتوظيف على أرض المحافظات وتعزيز التعاون والشاركة مع القطع الخاص في خلق فرص عمل في مختلف محافظات الجمهورية وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم عقد ملتقى توظيفية بمحافظات الشرقية يوم الثلاثاء المقبل وننتقل معكم إلى أسواق المعادن أن في ساحث ارتفعت أسعار الذهب العالمية في المعاملة الفورية لتسجل 1703 دولارات للأوقية أما على المستوى المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 954 جنيها في حين لما سعيار 21 سعر وصل اليوم إلى 1112 جنيها وسجل عيار 24 سعر وصل اليوم إلى 1272 جنيها وأخير النص معكم إلى الجنيه الذهب الذي وصل سعر اليوم إلى 8896 جنيها من أسواق المعادن أن في سنة التقل معكم إلى أسواق البيترول العالمية حيث ارتفعت أسعار النفط وسط توقعت بأن أوبيك بلاس ستناقش تخفيضات الإنتاج في اجتماعها في الخامس من سبتمبر على الرغم من أن المخاوف بشأن قيود كورونا في الصين وضعف الاقتصاد العالمي ألقت بذلالها على السوق وارتفعت العقود الأجلة لخام برينتا بنسبة 7 من 10% وصل السعر اليوم إلى 93 دولاراً وسنتين للبرميل أيضاً ارتفع خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 3 من 10% وصل السعر اليوم إلى 86 دولاراً و87 سنة للبرميل امتدت الارتفاعات أيضاً لسعر المزوت وارتفع عالمياً بنسبة 81 من الماء في الماء وصل السعر اليوم إلى 3 دولارات و62 سنة لكل لتر في المقابل انخفض الغاز الطبيعي بنسبة 5 و14 من الماء في الماء ووصل إلى 8 دولارات و78 سنة لكل مليون وحدة حرارية حذرت أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان نيبون ستيل عملقة التصنيع في البلاد من تطبيق زيادات سعرية إضافية هذا العام وقال نائب رئيسة تنفيذية لنيبون ستيل أن الشركة تطبق زيادات على أسعارها التعاقدية من خلال التفاوض مع العملاء المحليين في النصف الثاني من العام المالي حتى نهاية شهر مارس مشيراً إلى أن الشركة ستمرر الزيادة في التكاليف إلى العملاء بما في ذلك زيادة أسعار الحديد الخام وفحم القوك التي تفاقمت بسبب الانخفاض التاريخي في قيمة اليابانية انتهت جولتنا الاقتصادية